أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعتزم تخرج كليا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أنه تم إتمام صفقات بقيمة 15 مليارات دولار من خلال التخرج الكلي والجزئي من 14 شركة أن الدولة المصرية تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة أن نتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات وعايز أقول أن نحن منذ الإعلان عن هذا الموضوع والدولة المصرية بالرغم من كل الظروف اللي أكيد كل حضراتكم شايفينها الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر الظروف السياسية اللي لها تأثير على الوضع الاقتصادي أنا بتكلم هنا على الظروف الإقليمية والدولية اللي لها تدعيات كبيرة جدا على الوضع الاقتصادي مش في مصر بس ولكن في العالم كله ولكن كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به من خلال موضوع الطروحات وإشراك القطاع الخاص معانا في العديد من القطاعات أنا عايز أقول منذ تم الإعلان عن هذه الطروحات وبدأنا فعلا في تنفيذها إحنا حققنا النهاردة خمسة وستة من عشرة مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من عدد أربعتاشر شركة موسيقى موسيقى